السلام عليكم طلاب. طلاب هسا جينا على الطريقة الثالثة بتحليل الـ AC بالنسبة للـ BGT. يعني عندي هي الـ Voltage Divider. طبعا احنا اخذنا كله common emitter. اكو common collector. فاحنا اخذنا الـ طريقة الثالثة الـ Voltage Divider. هاي شكل الدائرة. هاي الدائرة مرة علينا بتحليل الهدواء ارتابته بتحليل الـ DC. شكلها بالـ AC راح يكون بهالصورة هذي. تمام فدني حتى الميز هي هاي اسم الدائرة بالـ Voltage Divider. شكلها بالـ AC هذا التمطلوب من عندك تعرف شون تصممها بالـ AC. راح نجي نحلل بالنسبة للـ H parameter والـ RE model. راح نعرف احنا قلنا اربع برامترات هنا لازم نحسبهم. Z output هي الـ RBB في او توازي و الـ HIE. Z output RC توازي و الـ R O. الـ AV هي الـ Voltage Gain يكون بالسالب. HFE على HIE مضروب في ناتج توازي 3 مقاومة. ادي الـ Careg gain. RB بالـ HFE على الـ RB زاعد الـ HIE. هاي بالنسبة للـ H parameter. من نجي نحسب بالـ RE module. الـ RE module. هنا Z input نفسه بالـ H module. بالـ H parameter. بس ادي الـ HIE هو شي لا نخلي بيتا R E. Z output. RC توازي الـ R O. بالنسبة للـ AV. AV هو ماينس حافل توازي المقاومات على الـ RE. وتعلمنا شون نحسب الـ RE إذا ما تعطي. الـ IE هو بيتا RBB على RBB زاعدا بيتا RE. يعني هذة أربع قوانين. يعني ما أتصور. يعني هؤل مطلوب من عندكم. ما أتصور هي طريقة. يعني دي ناخد بس الشغلات اللي ممكن تفيدكم. نجي على الطريقة الرابعة والأخيرة. هي الـ Emitter Fallower. شكل الـ Emitter Fallower هذي. شوفون هنا الميزة الـ RC ما موجودة. نعدي RB و RE فقط. نجي هذا شكل الدارة بالـ IC. هذا مطلوب من عندكم. نحفظ عنه. نجي على الـ H parameter. الـ H parameter. Z. نعرف Z small B. هذا قال أنها H IE زائد 1 زائد HFE في الـ RE. نحسب ZB حتى من عندها نحسب Z input. تمام. اللي هي RB توازية ZB. و Zout هي الـ RE توازية H IE على 1 زائد HFE. الـ A V voltage gain RE على RE زائد H IE. زائد H IE على 1 زائد HFE. والـ IE 1 زائد HFE في الـ RB على RB زائد ZB. نجي على الـ RE model. الـ RE model. هنا ZB هم نحسب الـ RE model على هذا القانون. ZB. Z input هي ZB توازية RB. Zout هي الـ RE توازية. وهي الـ beta RE على 1 زائد beta. والـ AV هو RE على RE زائد beta RE على 1 زائد beta. والـ IE هو 1 زائد beta في الـ RB على RB زائد ZB. طلاب هي هاي أربع طرق. يعني حاولوا أنتم تطبقون هاي الأربع طرق على الأمثل اللي عندكم. نتعلم. إن شاء الله هذا كله راح ينعاد من يستقرر الدوام. بس الأهداة منكم طلاب. نتعاون سوية. يعني حتى الوقت يسعفنا. تكونون أنتو عدكم فكرة عن المادة. حتى إحنا ما نستغرق وقت. أتمنىكم موفق يا طلاب.